اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة في دبي بتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي اليوم أنا معاكم في البرنامج دكتورة نادة الملة محمود غائب مسافر نتمنى إن شاء الله يرجع بالسلامة فرح أكون متواصلة معاكم إن شاء الله خلال ثلاثة واربعة يام هالأسبوع غيرت عنكم فترة الأسبوع اللا فات كنت مشغولة في الدوم بس إن شاء الله رجعت لكم هالأسبوع فأصبح عليكم بالخير وأتمنى لكم يوم جميل أول شيء رحب الطاقة المعايي اليوم اليوم عندي مخرج أتوقع أول مرة تكون معايتا في صحة وسعادة ناصر صح هاي عندنا المخرج ناصر السليمي مخرج معانا اليوم في الحلقة صباحك الله بالخير ومعانا ميرا لغفلي المنسقة دائما وأبدا ميرا الجميلة صباحك الله بالخير يا ميرا يعطيش ألف عافية فيا مستمعين الجميلين طبعا موضوع الساحة اليوم ملنشينا الصبح عن موضوع التقلبات الجوية والمطر ونازع لنا من الصبح وتقول ماي أنا المطر اللي قالوا معنا بس بداية صحة وسعادة مثل ما تعرفون برنامجنا احنا ما نركز بس على الصحة عشان ما يكون ممل نحاول مواضيع اجتماعية موضعت همكو مواضيع الساعة وهكذا ففي النهاية يا جماعة وفي البداية هو مجرد توقع بحالة الطقس وسبحان الله كانوا قالوا ينزل عندنا مطار وكانوا يتمنى وفي ناس راحوا شروا مظلات واستعدى وبوت المطر وكل شي سبحان الله الله ما كتب ينزل عندنا مطار بس الحمد الله في إمارات الثانية ينزل عندهم برد وثلج ومطر غزير الحمد الله فالليباء المطر يتوجه ما شاء الله الشارجة وراس الخيمة الجو عندهم رائع يروح هناكي اليوم خلص سبع من المطر يرد دبي يتمشى الجو جميل والصحو والشمس دافية ناس بالتمشي في الأماكن العامة اللي عندنا في دبي والمفتوحة فموجود الحمد الله في الإمارات كل شي عندنا الليباء مطر وثلج موجود والليباء الشمس بعد موجود فكل شي ان شاء الله موجود فاطلعوو استانسوا او للتحطوهم في خاطرهم وإن شاء الله الله يكتبوا اللي الليكتبون المطر إن شاء الله بتلاقوهم مطر بيه من غير حتى تبقى الأرصادة الجوية فنطبع عليكم الخير وانو بحد يزعج عشان المطر ما نزيل عليهنه فاااااا استانسوا بالجو وأطلعوا وغيروا الجو الجو جدا جميل استانسوا بالشمس الدافية بالطقس الجميل وبالهدوء بما إنه ما هLoh ass ijazzات المدارس بعد إجازة بتلاقون شوارع هادية يعني تساعد الواحد يطلع يغير جوية نشكل الهواء النقي بدلا ما تعودتوا دائما دائما ببرنامج صحة وسعادة لازم نعطيكم دراسة جميلة ونطلع منها فائدة دراستنا اليوم شو تقول صراحة هالدراسة قبل ما أقراها من العنوان قريبة إلى قلبي شو تقول تقول تناول القهوة بشكل معتدل يرتبط بتراجع خطر أمراض القلب والسكري والكبد والخرف الدراسة تعطينا أحلى عنوان انزين شو تقولنا دراسة توصلت دراسة علمية حديثة إلا أن تناول من ثلاث إلى أربع فناجيم من القهوة يوميا هو عادة آمنة لمعظم الناس كما أنها قد تقي أيضا من مرض القلب والوفاة المبكرة وقد خلص الباحثون إلى هذه النتائج بعد مراجعة أكثر من مئتين دراسة سابقة حول الآثار الصحية لتناول القهوة حيث ربطت النتائج بين الاستهلاك المعتدل للقهوة وتراجع خطر سرطانات البرستات والجلد والكبد وداء السكري من النمط الثاني وأمراض الكبد والأمعاء والمرارة والخرف وأظهر الدراسات التي شمالها التحليل أن استهلاك القهوة يرتبط بتراجع خطر داء باركنسون الاكتئاب والزهايمر من جهة أخرى ووجدت الدراسة التحليلية بأن استهلاك القهوة قد يسبب بعض المشاكل عند الأمهات الحوامل قد يزيد من خطر الكسور العظمية بشكل بسيط عند جميع النساء اقترحت الدراسة التي أجرى فريق طبي برعاة الدكتور روبين بول اختصاص الصحة العامة بجامعة سوثم سامثمتون البريطانية بالتعاون مع جامعة إدنبرغ بيسكوتلندا بأن استهلاك القهوة بمستويات معتدلة يقلل من خطر الوفاة بسبب أي مرض ذلك بالمقارنة مع عدم استهلاك القهوة بشكل نهائي جرى نشر نتائج الدراسة مؤخرا في المجلة البريطانية الطبي ام جي طبعا هذه الدراسة مثل ما قلت لكم قريبة جدا إلى قلبي لأنه أنا من عشاق القهوة طبعا الدراسة تقول أن الناس اللي يتناولون أربع إلى خمس فراجين من القهوة يوميا يكون عندهم مثل ما نقول عامل وقائي من إصابة بكثير من الأمراض الأمراض القلب والسكري والكبد والخرف وحتى البركانسون والاكتئاب شو السبب يا ترى القهوة فيها موادات الكافيين وفيها مواد أخرى تساعد على منع الأكسدة أو منع التأكسد منع التأكسد هي عبارة عن مواد موجودة في القهوة وبعض الأشياء مثل حتى في شوكولاتة موجودة تساعد على القضاء ممكن تسبب هذه الأمراض ممكن تسبب ثلاطانات اكتئاب ممكن تسبب SSD ممكن تسبب امراض القلب. ممكن تسبب لها سكر. ولكن نرد نأكد ان نتناولها باعتدال. رقم واحد. رقم اثنين عشان استفيد من هذه الدراسة. او شي اتناولي باعتدال. يعني اربع فناجين شي معتدل. رقم واحد. رقم اثنين. نحرص ان الحليب ننضيف للقهوة. للناس اللي ما تحب القهوة تكون سودة. يحبوه هنا شوي مخففة بحليب. نحاول الحليب ما يكون كامل الدسم في اربع اكواب او خمس اكواب خلال اليوم عشان ما نستهلك سعرات حرية وايدة. ن نحاسب شوي من السكر نحطه في هذه القهوة عشان ما نستهلك سعرات حرية كثيرة. وبعد الاضافات الجميلة الناس تحب تضيفها للقهوة الكراميل وغيرها من الاشياء لتضيف سعرات حرارية للقهوة. فحنحاول نستفيد من القهوة نفسها. فنحاول ما نضيف عليها وايد اضافات حتى الكريمة المخفوقة اللي تحط فقو بالقهوة. هذا يعطينا سعرات حرارية نحن لسنا بحاجة اليها. فنحاسب من هالنقطة صاح الدراسة تقول القهوة مفيدة بس. يعني نحاول نحاسب من ناحية الاخرى بخصوص السعرات الحرارية ممكتينة من كوب القهوة. تمام? ممتاز. بما كانت نتكلم عن القهوة والاضافات اللي تنحط عليها والجوحي ما شاء الله بارد. فنحظ وايد من الناس يعني مثل ما يقول يستغلون الجو الجميل والبارد كحجة لتناول بعض المأكلات تعتبر شوي دسمة مرتبطة بالبرد اكثر من غيرها. مثلا مشروبات مثل السحلة مثلا. او الاكلات اللي شوي تكون غنية عشان تتعطي دفوة. بمعنى تعطي دفوة في الشتاء. طبعا هذي حالات الشتاء يعني لو قلت مفروض ما انا ناخذها او ما نستهلكها هذي يعني يعني انا قتلت اروح الشتاء عندنا في الامارات. ولكن ان حاسب جدا من المأكولات اللي احلى ناكلها اللي هي مثل البطاطا الحلوة الكمية الكبيرة ممكن ناكلها. البطاطا الحلوة طبعا حالاتها في الشتاء لما الناس تشويها وتاكلها تعطي دفوة وتعطي احساس الشتاء هاده. الثيمة للشتاء كلها. ولكن نحرص لما نتناول هالاشياء من ح حساب السعرات الحرارية ما نزيد فيها عشان ما يخلط الشتاء ونيل الصيف. لو بنلبس ملابس الصيف ما تسدنا. نحس نكتشبه نزاد وزنك كثير خلال الشتاء. وهال يستوي. ثياب الشتاء بلعاد تكون فضفاضة اكثر. واكل الشتاء الدافي لذيذ وجميل وملئ بالسعرات الحرارية عشان يعطينا دفوة. فنحاسبه شوية. زائد. الحين الفرصة الذهبية للناس لطول الصيف كان يقولون دكتورة انا ما قدر امارس رياضة لان احر. الحين ما احد لحجة. من نهاية شار 11 الحمدلله الجو جميل وممتاز وعندكم ان شاء الله اعتقد لين شار 2 او 3 يكون الجو مناسب. فالحين فرصة للناس انه ما كان يمارسون رياضة من قبل هذا وقتكم. مارسوا رياضة في هالجو الجميل خاصة الحين الشمس طالعة وفيه برودة خفيفة وهواء خفيف. مارسوا رياضة المشي يا جماعة في هذا الجو استغلوا هالأيام. ممكن تمارسونا اول الصبح ممكن تمارسوها العصر لان الشمس يحموا بحامية. فلين المغرب تقريبا ما في شمس حامية وقو فتخافوا مثلا من الحر او من ضربات الشمس. فاستغلوا هذا الجو الجميل باننا نصير نتمشى. عشان نستفيد من الجو الجميل. نغير جو. نستنشق هوا نقي. حتى المشي روحها يا جماعة. ترى لاحظوا. واد من اللي يمشون هدوء في الهواء الطلق. تقول حتى تيكم افكار واد جميلة. تيكم افكار حتى المشاكل انه تكون عندنا ونحسن مشاكل كبيرة ونحسن مشاكل كبيرة ونحسن مضاجين لما نصير نتمشى. انحسن المشكلات بسيطة. لقد لها حلول. نفسيتي كلها تغيرت. فالمشي او الرياضة في الهواء الطلق لها جانب نفسي بالاضافة لجانب البدني. اللي حن نقصد فيه طبعا لياقة تنزيل وزن تحسين شكل الجسم. الجانب النفسي جدا 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 مهم. طبعا هاي فرصة الجو جميل. نطلع مع اخواتنا مع صديقاتنا ونصير نغير جو عشان نستانس بالجو ونكون بصحة وسعادة دائما ان شاء الله وطوال السنة. زين. اللي حنقدناكم درستنا وعطناكم نصيحة جميلة بخصوص البرد. احنا رح نطلع ف فاصل صغير ان شاء الله. نرجع من الفاصل. راح نناقش موضوع جدا مهم عن الصيدلة. وبعدين عندنا موضوع اجمل. وعندنا ضيفة جميلة بعد معانا في الاستوديو. فتموا معانا ولا تذهبوا بعيدا. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ونصبح اليكم الخير مرة اخرى في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. اذكركم برقامة تواصل معانا على 600551414. والرسائل النصية على 4006. وموجودين لايف على نوردبي على الانستجرام. على نوردبي نشوف الرسائل للمستمعين. صباح الورود والانطار شكرا. كفاح الكحبي صباح الورد دكتورة صباحك ورود يا اخوي ابو كريم شخ بارك. صباحكم الله بالخير صباحكم الله بالنور والسرور. طبعا احنا مفروض يكون معانا بعد فاصل دكتور علي بس اعتقده انشغل كاملت كلمة عن موضوع مهم معاه بس ما في مشكلة يعطي العافة دكتور علي. احنا مقدرين ما شاء الله مشاغلة واجتماعاتها فانشان ناخدها معانا في حلقة اخرى. ولكن عندنا ضيفة جميلة ايضا جدا في الاستوديو. نحاول اوشي الكاميرا عليها. عندنا الجميلة قلبا وقالبا. الدكتورة وفاء عايش مدير ادارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة. صباحك الله بالخير دكتورة وفاء. صباحك الله بالنور والسرور يا دكتور. الله يخليك. كل الايجابية. حبيبتي شكرا. هذا كله طبعا هاليجابية روح عندنا كنا في هيئة الصحة. لقم دائما ايجابيين ومبتسمين. شفتوا ضيف طالع عندنا مش مبتسم. كنا مبتسمين وإيجابيين. الحمد لله. طبعا تعد ادارة التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي احدى الادارات الهامة في الهيكل التنظيمي لدورها الفاعل في اعداد وتطبيق خطط الرعاية التغذوية لجميع المرضى الداخليين وفق افضل معايير الجودة العالمية. اضافة الى نشر الوعي والتثقيف الصحي باهمية الغذاء الصحي والمتوازن. بنتكلم عن ادارة التغذية العلاجية ودورها الهام في رعاية المرضى. وطبعا المواضيع الاخرى متعلقة بالتغذية يكون عندنا دكتورة وفاة يكون عندنا مواضيع ساخنة والناس تحب تسألها عن اكلها ليحاب ينزل وزنه او حاب يزيد وزنه. المهم كل المواضيع التغذوية راح نناقشها ان شاء الله مع دكتورة وفاة ونصبح عليك مرتين بالخير دكتورة وفاة. صباحك حبيبتي. اول شي لما كنا نتكلم قبل الفاصل عن ان القهوة وفاة القهوة في الوقاية من المرضى القلب والسكة في ناس تسأل على الرسائل النصية تقول اي نوع من القهوة احسن. شوفي يعني هي كل القهوة حلوة ولكن يعتمد على الكم والتركيز بمعنى كل ما غليت القهوة وانحرقت ها احنا ما ننصح فيه. يعني دائما يفضل انها تكون مش برود يعني عارفة مش ضلها تغلي لانه ممكن نطلع من زيوت الطيارة اللي موجودة فيها اللي انت تكلمت عن الفوائد اللي تنتج عنها تروح. فانت كل ما كانت ما انغلت كثير انت تستفيد من زيوت الطيارة اللي موجودة فيها اللي تأثر على زي ما تفضلت على السلطانات وعلى صحة القلب تتأثر حتى على التنبيه على الذاكرة على الوقاية من السكتات فلها دور كثير قوي بسبب المواد اللي موجودة فيها وخصوصا زيوت الطيارة اللي موجودة فيها اللي تفضل. فدائما كل ما كانت اللي نسميها احنا القهوة السريعة لانستانت كافي القهوة السريعة هي لها دور كثير مهم. هاي خلينا اقول تاخدي فورا القهوة اللي بتنحط شفتي القهوة الامريكية اللي بتنحط بضل تغلي تغلي هاي بدايتها جيدة ونهايتها اذا تمت لساعات غير يعني خلينا اقول تفقد الفوائد اللي انت بدك ترجوها من شربك للقهوة. ممتاز. انزا دكتورة هل يفرج اذا مناخد القهوة بحليب او من غير حليب؟ شوفي طبعا انت لما تاخديها بحليب انت عمالك بتخفي في قوة الكفايين اللي موجودة فيها. ممتاز وبالتالي وبتعطي بتضيف عليها عناصر كالسيوم المعادن اللي مش الفيتامين المعادن اللي اكثر خلينا نقول ما بتروح عن طريق اشتراكها او تفاعلها مع اشياء اخرى. لكن لما تاخديها سادة انت عم تاخدي كل القيمة اللي موجودة في القهوة كقهوة بالذات اذا كانت بدون سكر ما ضفت عليها اي سكر ما ضفت عليها اي كريمات الكريم ازاي المبيضات ما ضفت عليها حليب اعرفتي. اه ولكن اذا ضفت حليب انت عم بتضيفي سعرات حرارية عم بتضيفي لانه هي صفر صعرات صحيح ما فيها صعرات صفر 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 صعرات حرارية. لكن ضفت عليها حليب بدك تضيفي اذا حطيت مثلا غلاس حليب في 12 جرام كاربوهايدرات في حوالي 60 يعني خسب اذا كان لوفات او كذا من 85 ل 150 سعر حرارية حسب وشوية قهوة او العكس اذا حطيت شوية حطيت قهوة كثير وقللت حتي الحليب كمان يحسب. فبيفرق معاك كيف تخذيه. يعني لما يطلح على اي محل مثلا من المحلات تعمل القهوة. هو بحط لك الحليب كامل اذا تلاحظي. اذا تربطي سكمد بكون 85 شعر حرارية اذا تربطي كامل دسم 150. طبعا انا بفضل دائما كامل الدسم وليس سكمد. او قليل الدسم او خالي الدسم. ما احبهم. حتى الطعم يكون مختلف اصلات حسب ما في طعم في الحليب. وعفوا يعني 30 شعر حرارية ما ااكل شي مدهوم في دهن. ما ااكل اشياء. يعني واستمتع في الحليب كما هو. صحي. صحي. يعني انا عم بعرضه لبروسيسنج. عم بعرضه ل يعني تعرض لكتير. انا مش يعني. اذا كان لا السعرات الحرارية. في ناس لازم ياخدوا سكمد. في عندهم مشاكل صحية خاصة. هدول لازم ياخدوا. لكن الناس العادية اللي بده تخصص بس وزن يا جماعة روحوا على اشياء تانية. صحي. خفهم مكان تاني. ولكن خذوا الحليب كامل الدسم. عشان نستجمن فوض الحليب. صحي. انزين دكتور وفا. احنا نتكلم عن ادارتك. ادارة التغذية العلاجية. نتكلم عن اهمية. ومهام ادارة التغذية العلاجية. وشو دورها. في الخطط العلاجية للمرضى. ومده. دور الاساسي اللي تلعب التغذية العلاجية كخطة علاج لكل مريض. شوفي. هلأ. التغذية. اذاك التغذية بحد ذاتها. الها ثلاث مهام. تنقسم الى التغذية العلاجية. التغذية العمومية. وتغذية المجتمع. والان عنا تغذية المنازل. تغذية العلاجية هي اللي تكون خصائي تغذية العلاجية مع الاطباء في الاقثام. موجودة متواجدة معهم. كأحد فريق العمل. وحنا دائما نتجه دائما الى. اللي هو. فريق العمل. دائما تنجحي. لما يكون عندك فريق العمل. والان اخصائي تغذية لها دور كتير فعال. خصوصا مع تطبيق سلامة. الملك الالكتروني. هتشوفي دائما موجودة. هي كانت متواجدة اولا كتابيا. الآن هي موجودة مع فريق العمل. تعمل التشخيص العلاجي للمريض. تحدد. الحميل التغذوية اللازمة لها. حسب نوع المرض. حسب التشخيص. حسب الدواء اللي طلبت. السيدالاني او الدكتور. حتى بترفي بلان في بعض الادوية. طبعا تتعارض مع الاكلات. صحيح. بيصير انتصاصها ضعيف بيصير في رياكشن على الجسم. فخصائي التغذية العلاجي من الالف الى الياء يتواجد مع الطبيب لرسم الخطة التغذوية. والعلاجية للمريض هذا حسب نوع المرض. هاي واحد. اخصائي التغذية العادي اللي هما اللي بياخدوا. خلينا اقول ان اخصائي التغذية العلاجية راح على الاقسام وحدد الحمية وسعرات الحرارية. البروتينات النشويات المعادن. كمية المي اللي لازم تدخل. كمية البوتاسيوم الكالسيوم وغيرها. من الاشياء اللي مفروطة نعمل. نحطت واتدخلت بالنظام سلامة ونحطت الخطة الرجمية. تروح للمطبخ ولقسم التغذية العمومي. وهون يعطوا تعليماتهم لاداة الطعام اللي تشخص او تفصل الطعام على حسب احتياج المريض. بناء على اوامر خصائي التغذية العلاجية والطبيب. تغذية المجتمع اللي هما اللي حضرتك انت موجودة وطبعا بتتعاملي معهم بشكل يومي. بيكونوا موجودين على الجهتين. الجهة الاولى تنظيم الفعاليات الخاصة في توعية المجتمعية بكل انواعها من الاطفال وحتى كبار السن. وتغذية العلاجية اللي هي في العيادات الموجودة عندكم بالمراكز الصحية بحيث انهم يكون عندهم مواعيد. حتى نقوم بعمل الدور الوقائي ما قبل اول اللي هو العلاج التأهيلي خلينا نقول فالهم دورين. نأهيلي ووقائي. ممتاز. نذكركم بس انا معانا في الاستوديو دكتور وفا عايش مدير ادارة التغذية العلاجية بهيئة الصحفة بي. راح تكلمنا عن مبادرات ادارة التغذية العلاجية ودورها في الوقائي من الامراض. اي حد حاب يتواصل معانا. بذكركم عوشي برقام التواصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة ورنا السائل النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف على نور دبي. اي حد عندنا سؤال حاب يسأل عن التغذية حاب يسأل عن كافية فقدان الوزن حاب يسأل عن طريقة التغذية الصحيحة. اي سؤال في مجال التغذية دكتور وفاء ان شاء الله معانا الى نهاية البرنامج اليوم. فتواصلوا معانا طرشونا اسئلتكم عشان تثرون الحلقة باسئلتكم واجوبة دكتور وفاء ان شاء الله. دكتور وفاء انت قلت عن المبادرات او دور التغذية العلاجية في الوقائي من الامراض او في رفع توعية المجتمع. ممكن تخبرين اكثر عن شو المبادرات اللي تسوونها لرفع وعي المجتمع للوقائي من الامراض. طبعا خلينا احكي على 2017 لان احنا عنا كتير مبادرات عملت على سنين لكن في 2017 تم عمل العديد من المبادرات بداية من الرضع. عملنا مبادرة غذائك منذ نعومة اضاثرك اللي هي مبادرة منها جزء تطوعي وجزء تفقيفي. دكتور نادا احنا دائما نتجه الى المدارس نتجه الى الجامعات نتجه الى النوادي الصحية نتجه الى المولات. كانت الفئة تبعة الرضع اللي هما في الحضانات مفقودة فعملنا هاي المبادرة وطبعا تم عن طريقها عمل كتيب تعليمي للامهات وللكوادر التعليمية اللي في الحضانات. وعملنا مصابقات عملنا انشطة عملنا حتى اشتركنا مع شركة لجيب الاكل التغذوي يشترون الاهالي ومقابل المبلغ رمزي يندفع للتطوع حتى نقدر نخدم الناس اللي عندها نقص التغذية في العالم. زي اثيوبيا زي صومال وغيرهم من الدول اللي في عندها نقص في الغذام. هاي كانت احدى المبادرات كان في عندنا من المبادرات اللي هي مستمرة عيش الصحة. عيش الصحة تنطبق الى ثلاث اقسام القسم الاول تغذية المراهقين وتحفيزهم على النشاط البدني وعدم السمنة. وكان فيه نصائح عن التغذية المتوازنة خصوصا انهم هاي الفئة بعان ومين شغلتين. فقر الدم لانهم هما اكتر ناس بيعملوا حميات غذائية وبتعرف خايفين على جمالهم وكسماتهم. ويتكون معظم حمياتهم اصلا تكون خاطئة لانما يروح للطبيب يأخذونا من وسائل التواصل او من ربيعات. صحيح. والنوع الثاني عملنا بدلر ووزعنا البدلر اللي هي اللي عبارة عن زي دواسات تكون تحت المكاتب للحكومات. وبعتناها للدوائر الحكومية. حتى نقدر نشجع على ممارسة رياضة حتى اثناء انت جالس في نفس طوال 8 ساعات دكتور المدى ما بيتحرك. فهو بيعمل circulation وهو جالس بيعمل تدوير للدورة الدموية. هاي كانت من ضمن الاشياء تحفيزهم على شرب المي. عندنا كانت كمان مستمرة سمكة بطوني. والان عندنا حوالي 185 ألف شخص نزل التطبيق. من شهر 11-2016 لغاية 2017. ومستمر الحمد لله. كان في عنا مدارس كتير دخلناها ل... لانه كان عامل قراءة كمان اذا تذكري. حفزنا الناس على قراءة ووزعنا عليهم قصة سمكة بطوني. هاي كانت من ضمن الاشياء اللي نعملت. كان في عنا مدارس عملنا عليهم توعي عن السمنة. وكان في عنا تخصيص. يعني مثلا عندك مدرسة راشد الابتدائية للبنين. كانت محاربة سمنة الأبناء بالتغذية السليمة. وكان في عنا الأهالي مع الطلاب. كان عنا جامعة حمدان. في عندهم برنامج اسمه صحتي. كان عنا دور فعال فيه. عندك جامعة زايد. كان في عندهم حملة صحية خلال العام 2017. أنا بسرعة عام بحاول. لانه ما شاء الله الفعاليات كتيرة عندنا بالإدارة. عندكم في مركز الخوانيش الصحي. عملنا للسمنة خصوصي. كامبين للسمنة. عندنا كان كمان في زعبيل. مركز زعبيل خصوصي للسمنة. كان في عندنا بنادي شرطة دبي. عدنا معاهم من شهر اثنين لحتى شهر خمسة. لمدة ثلاث شهور. مسكنا الضباط ومسكنا الكوادر الموجودة عندهم. في نادي دبي كانت مشاركة معاهم. في اسعد بصحتي. عملنا حملة للسمنة من المواصلات دبي. مؤسسة تاكسي دبي. عملنا حملات عن السمنة. هاي عن السمنة. كان دكتورة فبس بقاطع كلامش بالخير. عندنا مداخلة. بس وانا بتترين ام محمد. تفضلي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. صباحة شوارد حبيبيتو يتفضلي. يا شاء الله. لو سمعت انا عندي دكتورة سؤالي وزني 2.50. بس انا اطلع عندي كلوسترول. حوالي 227. فخورتني يعني الدكتور قادت شوية ضار. شو يعني ضار. أبا سهر. ان شاء الله. فوضح سؤال دكتورة وفا. تسمعين ان شاء الله الإجابة محمد. عندك سؤال ثاني. الحليب قليل الدسم. قادت لي كله منزوع الدسم. والروب منزوع الدسم. مهم. ما شوالي طعم يعني. ان شاء الله فالش طيب. تسمعين الجاوب عن الدكتورة وفا. ان شاء الله يا مشكورة. ان شاء الله. دكتورة وفا بس حملة اطلع فاصل. ونرجع نكمل فقرات برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أول شي اذكركم برقام التواصل على 600 551414. والرسائل النصية على 4006 موجودين لايف على نوردبي على الانستقرام. معانا التروفا عايش مدير ادارة التغذية العلاجية بهاية الصحة في دبي. وعندنا مداخلة من طارق كميرا رد على الامو محمد بس ناخد مكالمة طارق أول شيء نعطيه دكتور وفا المجال لجاوب. أخي طارق صباح الخير. صباح النور. السلام عليكم. عليكم السلام. ازاكم الله خير على البرنامج الطيب. جميعا ان شاء الله. لو سمحت ان عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص الوالدة اللي يحظه. مريضة يعني عندها سكري وعندها ضغط الدم. عندها مشاكل في القلب. نعم. ومشاكل في المعدة بعد غازات ومشاكل وايد في المعدة. تاخذ وايد أدوية كل يوم. الحين مشكلة ما عندها اي ما تاكل يعني اكل قليل وايد. شو الدكتورة تنصحني او خصوصية الأغذية تنصحني ان شو البرنامج انا اعطيها. كم عمر الوالدة الله يحفظه؟ عمره الحين خمسة وسبعين سنة. ما شاء الله الله يعطيها الصحة وطولة العمر. عندهم اخي سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني عندي بنتي وهي مراهفة يعني امرأت ستاشر سنة. بعد ما ادعم ما تاكل وايد. اكلها ضعيف وايد قليل. وما تشرب السوائل وما تاكل اي خضار والصلفات. ما تحب الصلطة والخضار والايش. في هال المشكلة الازالية بين الاهل والمراهقين. دائما اكلهم يكون قليل والاهل احنا ما نحب يعني ما نرضى. نلاقيهم ما يأكلهم بس ما معلك اخي طارق. فالك طيب ان شاء الله تسمع الجواب من عند الدكتورة وفاء. عندك سؤال ثاني تحبت. بس افسار هل الحبوب مثلا اللي عندي بنتي هال ما تاكل ايش خضار. هل ممكن اعطيها حبوب هذي يقولون اوميغا 3. حبوب البيتامينات او المكملات الغذائية الموجودة. هل فيها ضرر او ممكن اعطيها يعني. لان هي ما تاكل اي خضار. ان شاء الله فالك طيب تسمع الجواب ان شاء الله اخي طارق. شكرا. او شي نجاوب على سؤال ام محمد اللي كانت تقول وزنها 65 وعندها كوليسترول عالي. فكانت تسأل مثلا كيف تنزل دان كوليسترول. شو معنى كوليسترول الضار كانت تسأل. نوعين نوع الاول كوليسترول الجيد. اللي هو ال HDL. والكوليسترول السيء. الكوليسترول السيء اللي اذا كان مرتفع. هي الكامل عندها 227. يعني هو مش كتير سيء على فكرة يعني. بدها شوية نشاط وحرك. وهلا بنتكلم. ولكن الكوليسترول السيء لا قدر الله. وكان فوق 150 بكميات كبيرة. ممكن يؤدي وحضرتك ست العارفين. انه يؤدي الى انسداد الشرايين. وممكن يؤدي لا قدر الله. الى مشاكل في القلب. هي في غناء عنها. اضافة الى انه الى علاقة مباشرة بالسكري. فاحنا ننصح انه دائما نكون عندها. وعلى فكرة عملية الكوليسترول. انا ما بنصح حتى مضلة الكوليسترول. ياخدوا لوفات او قليل دسم او قليل دسم. نسبة الفات الموجودة فيها بالكاسة. يعني لا تتعدى الخمسة جرام دهن. يعني يفضل انها تشيلها من شيء تاني. واخد الحليب جيمه. انا هذا يعني نصيغتي. لانه فعلا ما بيأثر هذا التأثير السيء. بالنسبة للكوليسترول. عندك شيء كتير بسيط ام محمد. اهم شيء عشان ترفع الكوليسترول الجيد. وتخفض الكوليسترول الجيد. ما عليك الا ممارسة النشاط البلني. بمعنى. تخيل اليوم انت تمشين. المشي السريع كأن الواحد يكنس. فهو يكنس وهذا المصطلح العلمي. يكنس الكوليسترول السيء ويطلع برع. فانت ما عليك الا ان انت تمشي على البحر. تمشي بالبر. تحاولي تمشي على الاقل تلاتين دقيقة في اليوم. ووزعيهم من خمسة الى عشر دقائق. حاولي مثلا تمشي في الحوي. حاولي ترتبين البيت. حاولي انك تطلعي درجة وتنزلين. اي نشاط لمدة من خمسة الى عشر دقائق. ويكون مجموعهم تلاتين الى خمسة اربعين دقيقة في اليوم. وكل ما زاد. كل ما انت فعلت عملية انك تكنسين او تخمين برع الكوليسترول السيء. اضافة الى انه اهم شيء تبتعديلي عن الاشياء المقلاي. الاشياء اللي فيها دهن مصطنع. مش الدهن الطبيعي. يعني البيضة مفورة. الطبيعية ترومين تاخذينها بالعكس ينزل الكوليسترول. ما يرفعها. بس للتوضيح. لكن يمكن ان تغيرت في العملية الكيميائية تبعتها. فهو تغير فصار سيء. يعني البيضة مفور ترومين. بيض في الماء ترومين. كامل مع الصفار مع اليحم. فما تشلينا مع المحتبعة. ما تشليه وفيك تخذيه بكل سهولة. زيد الزيتون جيد جدا لتخفيض الكوليسترول. لكن ليس مقلاي. يكون نيب. ويفضل انك تراجع. أخصي تغذية حتى يأخذ كل الاشياء. ليفصل لك الحمية. على ثوبك. صحيح. صحيح أكيد. عندنا سؤال طارق. اللي يقول عن الوالدة اللي يحفظها عمر 75. عندها سكر وعندها مراض مزمنة متعددة. طبعا الأدول تأخذها أكد أثر على معدتها. فصار أكلها قليل. فشو تنصحي دكتور وفاق. بداية يجب انه يراجع خصائي تغذية. لانه شوفي بالذات اللي عندهم أكثر من نوع معين من الأشياء. الأمراض المزمنة. يجب انه يعمل الحمية بناء على هواها. لكن. أنصحك في استخدام البكتيريا الجيدة النافعة. سواء انه كفير بالبيت أو الروب. أو تاخدها كسبليمنت. اللي هي البكتيريا البروبيوتك. بالروب بالكفير. بأي شيء ممكن انت تاخده طبيعي. وإذا ما تستطيع طبيعي يخده كمواد مضافة. البروبيوتك البكتيريا النافعة. ليش؟ لانه هي من كثرة الأدوية التي تاخذها. سواء الكروستيرول. سواء للمعدة. سواء للاي. عملت تغيير في الفلورا. بكتيريا طبيعية في المعدة. بكتيريا طبيعية في المعدة. فبالتالي حتى نفسيتها لها تأكل. بتنزل. فما بتشتهي الأكل. وما بترم تأكل. احنا بنحسن لها المعدة. بنعملها تحسين للبكتيريا الجيدة. بحيث ان يصير عندها ميك الهضم أحسن. تشتهي الأكل أكثر. وصدقني سيكون لها مفعول رائع. فأنا أنصحك انك تأخذ البكتيريا النافعة. لأنها فعلا ستخدمها. هاي واحد. اثنين مراجعة خصائي تغذية. لأنه لازم أعرف شو الدواء. كم الجرعات. إذا تأخذ أنسلين كم جهة أنسلين. صحيح. كم جدا عملية الأكل. هلأ في بعض المواد السابليماز اللي نعطيها للمرضى. اللي عندهم سكري. كمان ما بقدر أعطيك إياها هلأ. ولا بقدر أعطي نصحك في الاسم. البوبايتك فيك تأخذه. في أي حدا يأخذه حتى الطفل اللي عمره سنتين. صحيح. من سنتين وطالع. ولكن المواد الداعمة. الأكلات الداعمة. ما بقدر أعطي إياها أو أعطي اسم على الهوى. لأنه لن أحسب. صحيح. في عملية حسابية ما في شيء بنعطي هيك. أكي. بالنسبة لبنته. هلأ شغلة دو شقين. هي ما بتاكل خضار. حاول تضيف الخضار مع الصالونة. مع الأشياء مع الساندويتشيرز اللي بتاخذها. صلطة طمار. والله يجي ما يأكلوا حتى صالونة الصرفة. يجزون من كل شيء. لأ بس دكتورة نادر. لو يروحوا سبوي. ويحطنهم اللي يحطة يأكلوا. سبحان الله. عرفتك. فأنا يعني يحاول على الأقل يستغل هاي الأشياء. فإنه يضيف الأشياء الخضار والتكون موجودة فيها. مثلا لو بتحب الروب تحط روب مع فواكه مثلا. يعني يحاول دائما يغير من طباحة. لأنا أصدقني هلأ الوقت اللي انت تبدي فيه جسد جيد لبنتك. صحيح. يحميها إن شاء الله لما تصير أم في المستقبل. أو هذا اللي إحنا نهدف إليه بداية يعني. بالنسبة له هو تكلم هل ممكن أعطيها حبوب. الأوميغا 3 شيء جيد إنك تاخده مفعال. ولكن أوميغا 3 هي عبارة عن دهون. صحيح. لها علاقة مباشرة في عملية الأداء الوظيفة للدماغ. لتحسين القلب. لتحسين الشرايين. وللقاية من السرطنات. والعديد من المشاء الله يعني له كتير دور. ولكن هذا مخصف الفيتامين. صحيح. أنت الفيتامينات والمعادن لازم تاخدها من الخضار الفواكه. هاي مفقودة عند بنتك إذا هي ما تاخد بالمرة. فيفضل إنك تاخد فيتامين ومعادن. لكن بعد الفحف. يعني افحص دم. وتأكد إنه ما. إذا إيش العناصر اللي ناقفة عندها الفيتاميندال. الحديد كده. وبناء عليه يتم وصف. الفيتامينات والمعادن كحبوب. إحنا ما منعطيها هيك عشوائيا. يعني ليس أي حدا. ابنه ما بياكل بروح بيشتري الدواء. أو بيشتري. لأنه ممكن يكون عم بياخدها. بطريقة. غير صحية ممكن تأدي سلبا. وأنا بنصح دائما وأبدا أي حدا يتبع حمية يا جماعة. حتى لو تخفيف وزن. اعملوا فحوصات عند دكتوركم. الفحص الدوري يكشف الكثير من الأشياء عند الأشخاص. وهذا اللي هيئة الصحة بدبي. دائما تدعم الأشخاص بإنه تقولنا نعمل الفحص الدوري. وهلا صار سهل مع سلامة كمان. صحيح. كثير صار سهل مع ملف سلامة اللي نعمل. أكيد. فحص الدوري طبعا هو فحص نسوي نحن مرة كل سنتين. لكل المرضى يسوي نسويكم كل الفحصات حسب المرحلة العمر اللي أنتو فيها. وجدا جدا جدا مهم. وحنا دائما كدنا نقول في صحة وسعادة عن أهمية الفحص من عمر 18 سنة. وفما هو فوق. تحت 18 سنة نسوي لهم فحصات حسب العمر. لأن مثلا ممكن أسوي فحص كامل طفل مثلا عمر 10 سنة أو 11 سنة حسب الحال الصحي. ولكن مهم جدا نتناقشون مع الطبيب الأسرة عن الفحصات المفوضة تسويها قبل ما تتبع أي حمية غذائية قبل ما نقض أي أدوية أي فيتامينات. ترى حتى الفيتاميات والمعادل ما يسوي ثلاثة دكتور رفا ناخذها عشوائي لا تكون حسب وصف الطبيب وحسب الحاجة اللي أنا أحتاجها. دكتور رفا أنا قبل الفاصل قامت دمعات. كانت تكلم على الأكلات الشتوية. يوم يدخل الشتاء تلاقي فيه ترند معين الأكلات الشتوية تكون شوية دسمة حتى المشروبات ما لدنا. فشو نعطي نصيح للناس بخصوص تناول هالأكلات التي تكون بالعادة غنية بالسعرات الحرارية تكون شوية دسمة. على الفكرة أنه تعطي دفوة للجسم الكسترات أكثر وايدة الحين البطاطا الحلوة وغيرها من الأكلات. فشو تعطين بعض النصايح للناس؟ شوفي هلأ اتفضلت حضرتك وقلت معلومة جيدة أنه الواحد بيفص الشتاء بياكل أكتر. ولكن هو الحرق عنده بكون أكتر على فكرة. لأنه جسمك عشان يحافظ على درجة الحرارة تبعته فبيسقد سعرات حرارية. فهو عشانك يجوع. طبعا لا نتحدث عن الناس الذين لديها برودة. ولكن أفضل أطعمة وصحية للجسم عندك الكوكر. شوفاني. من أولا مؤشر السكر طبعه جيد جدا. بيشبع بيحسسك بالشبع. وبالتالي أنت عم تاخدي أكل صحي وطيب بنفس الوقت. لما نتكلم عن البطاطا الحلوة. أنت بتارث من البطاطا الحلوة. من أفضل الأكلات اللي ممكن تأكليها. مؤشر السكر أو اللود تبع الكاربوهادريس على جسمك بيشتغل مثل الموج لذيذ. عكس البطاطا العادية تخيلي يرفعها اسرع. فمؤشر السكر طبعه قليل. وبالتالي ينهضم بسرعة. لأنه في هذه السكريات الموجودة سبحان الله عملية الهضم عنده وعملية التأثير على الشبع جيد. ولكن دائما وأبدا من أقول الاعتدال صيد الموقف. فأنت دائما حاول أنك أنت تاخذ من كل شيء. يعني ما بأخذ البطاطا الحلوة في فندهل بطريقة إن أخذ كيلو مثلا. واحدة حلوة علشان يعني يعني يستفيد. والسعرات الحرارية فيها إذا كانت الفندهل يعني أو البطاطا الحلوة تكف في اليد فيها حوالي 60 إلى 80 شعر حرارية. وهذا شيء جيد. كمان أنا بفضل أنه مثلا العدس. العدس يعطي دفء يعطي طاقة في فوائج رائعة. طبعا الناس اللي يحسوا بالنفقة يضيف عليها كمون حتى إنه ما يصير عندهم مشاكل. وبنفس الوقت كمان من الأطعمة اللي لها تأثير رائع على الدم. مؤشر السكر طبعه جميل. بيشتغل بصورة حلوة وخصوصا لمرضة اللي عندهم سكر. مرضة سكري اللي هو زي الكشري مثلا قول بس بدون اللحم. المجدرة عند بعض الدول الشام. الدال عند الهنود. يعني عارفة إضافته للأكل بيساعد على الدفء وبنفس الوقت بيعطيكي طاقة. عندك الكاكا موجودة الآن من الفواكه يشوفوا دائما أنصح يا جماعة. الله يديم دورة الإمارات بغنى وبصحة وبأمل وبأمان لكل الشعوب اللي موجودة فيها ولكل الناس. ولكن خذ الفواكه والخضار في موسمها. يا جماعة الفائدة تكون أضعاف. يعني الآن موسم بفروة الكستنة. وطبعا الكستنة ما تاكلها كثير لأن فيها سعرات حرارية. ولكن فوائدها على الجسم على القلب على الصحة على الجلد على الألاء. حتى بصي الديوت مفيدة اعتقدت للشعر. أو بقولك على الصحة على الجلد على الشعر. صحيح. رائعة. بفروة أو الكستنة لها فائدة قوية ولكن فيها سعرات. فأنا بدي أحسب يا جماعة هي عملية حسبة بسيطة. لكن ما نحرمكم من شيء. كل ولكن بذكاء. صحيح. وكل الفاكهة اللي بيموسمها لأنه فائدتها ما بتصدق كيف بتكون أضعاف لما تاخد في الموسم. صحيح صحيح. بعدنا في مود الشتة دكتور الفاء. طبعا الناس حين في الشتة سهر بالليل يستوي أحلى والناس قاعد برع. ويستوي أكل آخر الليل أكثر أنا حس بمقارنة بأيام الصيف. الصيف يكون وضع مختلف شوية. شو ممكن الناس تاخذ كأكل خفيف. طبعا الأكل آخرين هذا شيء لما فرم منه في الشتة مع القاعدة برع ويم الحطاب وفي البر. فشو ممكن واحد ياخذ في الليل وقت متأخر. بس يكون صحي مثلا. ممكن مثلا يتراكم دهون في الجسم مثلا. ممكن يعطي للرضى أنه كلا شيء خفيف. فنفس الوقت زي الحك صحته. طيب شوفي. بداية ما أحد ينام حتى لو سهل بالليل. ما أحد ينام قبل 3 إلى 4 ساعات. بعد الأكل. نعم. إذا كان في أكل فيه دسم. إذا كان أكل خفيف زي بطاطا حلوة مثلا. تفقنا. إنه مؤشر سكر طبعها جميل في الجسم. رحيم. غنية بالكالسيوم على فكرة غنية بالفيتامينات. هاي لو أخذها بعد ساعتين ونام. يعني بداية السهرة خلينا نقول. وعم جالسين وصهرانين وفي اكتيفيتيز عم تنعملوا نشاط. ومش خمول يعني. مش أنا جالس قدام النار مثلا. حطب أو فحم أو كذا. وبس آكل. صحيح. حاول تتمشى في الحوي. حاول تعمل رياضات وإنت مع الأهل فرصة. صحيح. لأن إحنا أصلا ما نتجمع. فلما نتجمع في هيك موقف. حاول نخترع أشياء تعملها في هذا الجنف. اللي فيها الجلسة الجميلة. حتى أنك أنت تقدر تستمتع في الأكل. إذا بتاكل أكثر. وتحرق بنفس الوقت. هاي واحد. اتنين دائما نخلي صحن السلطة. زي ما يعني. عارفة صدقيني مغرية. لما تحطي فواكه أو سلطة. اللي هي العارفة الخيار والخاس والكابسكن فليفل الخضرة. والجزر. البيبي جزر. قدامك غصبا عنه الشخص. إلا يمد إيده. حتى لو ما كان بحب. صحيح. هي شغلة عارفة عالبرد حيجوع. فمضطر أن يأخذها. لا إلا الأشياء الصحية قدامه. صحيح. لما يكون زي ما قلنا شوربة موجودة. دائما تكون موجودة. بطاطة حلوة بفروة ما عندي مشكلة. ذرة. مشواي. أو ذرة حتى لو عادي. بس ما نصط عليه الزبدة. ما نصط عليه الدهن. خليه. يعني خليه. هو ذرة ذرة. زي ما هو. لأنه هاي الأشياء. أول شيء تأخذ وقت وانتي بتكليها. بنفس الوقت. أثرها على الصحة جيد. ما تخليه. أنه الحلو يكون أخر الليل. يا جماعة بتعدوا عن الأشياء المقلاي. والأشياء الدسمة. يعني ما عندي مشكلة تأخذوها في بداية الصباح. ولكن في الليل مدام بتسهرون وحطين خطة. حاولوا يعني أختي. يعني أحلى شي الزلابية. الآن منتشرة وبقوة. تمشي مع تكون دافية. تمشي مع الفتاح. يعني مغرية. يعني أخذوها مثلا فواس العافلة. يعني أخذوها مثلا فواس العافلة. لأنها موجودة الحين وبكثرة. وانتي غصبنا عنك يوم بتشوفينها باللون الأورنج. خصوصا إذا توهم استوية. كريس في تي. ما ترونين ما تقليد. بس ما أخذ أربعة خمسة في الصحة. قطعة صغيرونا عن الخاطر يعني. عن الخاطر كم الضغونة. لأنه يا جماعة مليال دهون مليال وسكريات. حلو عاداتنا. ولكن ناخذها بكمية صغيرة. شراط القيمات يعني أنا أعشق للقيمات بأيضو. يعني من الناس اللي أموث القيمات. لكن عندكم خمس إلى سبع حبات حلوين. فيهم مية وخمسة سبعين شعر حرية محسوبين. يعني جميلين. لكن لا تزدوها. يعني تقولك أنا شو خمسة عصر ما يكافون. يا مطافة دكتورة وفاءة. ما يحسون منظمة. فعب دكتورة مع العسل أو الدبس. انتي عم تاخذ سعراتها. أنا طبعا حاسبتها مع الدبس. والعسل حوالي مية وخمسة سبعين. وهذا منطق. لكن ما بقول ممنوع. ولكن محسوب. محسوب يا جماعة. حلوين. هذا سعيد من المستمعين. متابعينا على نور دبي انستجرام. لا بيقول الخاطر ما يشبع. دميع عن الخاطر. وقتها يقول الخاطر ما يشبع. لا بس لحتك في الدقيقة يا سعيد. يعني لسلحتك أهم عنها. اعتقد دكتورة فايا علمي من التركات الممكن تساعد الواحد. أنا جارتها نفسي يعني. عشان ما يأكل من خاصة من الأكلات الدسمة من اللقيمات وهذا. لو مثلا خذنا حبتين ثلاثة ونشغلنا بشي ثاني. شربنا ماي أو نشينا تمشينا وردينا. أحس تقل عندنا اللحفة على الأكل هالشي. حطي زنجبيل لأنه يساعد. حطي شاي زنجبيل. حطي جرفة. حطي ينسون. حطي أشياء اللي هي الأعشاب اللي تفيد الجسم. صحي. دكتورة فاق قبل ما نختم. أنا بس حابة أرجع لإداة تغذية العلاجين. على السريع نتكلم عن مبادراتكم في عام الخير ومبادراتكم لعام زايد. شوفي. مبادراتنا لعام الخير كان عنا سلسبيل الخير اللي كانت في الممشى. وقدمنا مي ولازالت مستمرة لغاية آخر شهر 12. تقديم المياه لتشجيع على شرب المي. وكان فيه كتيبات عم تنحط. ممتع. لكل مرتدي الممشى حتى نسجعهم على شرب المي. وكنا متواجدين هناك مرتين ثلاثة لعطاء النصح عن شرب المي. وطبعا هاي تطوعين مية بالمية الناس ما تتفاجئين. ممتع. كمان كانت عنا عطاء الخير اللي هي الحضانات زي ما قلتلك. ومستمرة. 2017 ان شاء الله بتستمر ب2018. عندنا مبادرة الموظف الحكومي المتميز. اللي انعملت في بلدي دبي. المكتب الإعلام الحكومي دبي. وذات الثقافة ديوة. هيئة الطرق. هيئة الصحة الإدارة العملة. قامت للاقام شؤون الأجانب. دفاع المرداني جمالة دبي. مؤسسة محمد الراشد والنيابة العامة. عملنا لمدة سنة هي من ثلث سنين والسنة ختامها. تثقيف تغذوي كانت مبادرة عن تغذية الصحية وفحصات مخبرية. وعندنا فائزين إن شاء الله بيتم تكريمهم قبل المعالي. ولعام زايد. في مفاجآت بس ما حنقدر نعلن عنها الآن. إن شاء الله. مبادراتكم جميلة دكتورة وفاء وغنية إن شاء الله. إن شاء الله. دكتورة وفاء في مستمعين حابين تواصلهم معاش تحت الهواء. فكيف ممكن يتواصلهم معاش؟ أعطيهم رقم موبايلي وحاضرين. فالكم طيب. أو تواصلهم معاش بعد على المكتب دكتورة وفاء. كم رقم مكتبتش؟ 0-4-219-7771 مرة ثانية نعطيهم الرقم. 0-4-219-7771 دكتورة وفاء حاضرة أي وقت. اتصلوا فيها واسئلوها كل أسئلة وحبينا عشان نعيش حياة صحية بأكل صحي ولذيذ. إحنا وصلنا ختم برنامجنا اليوم برنامج صحة وسعادة طبعا لما تكون معنا وفاعيش. لحلقة بطير طيران من كثر ما يكون اللقاء شيق والحوار جميعا. فشكرا لك دكتورة وفاعيش مدير إدارة التغذية العلاجية بهاية الصحة في البيت توجدت معنا اليوم. وشكرا للطاقة مننا معاي. ناصر السليمي شكرا لك توجدت معاي كمخرج. وميرا اللي اخفرني منسقة شكرا لك يا أم خليفة ما قصرتي. وهاي محدثتكم دكتورة ناد الملة. إلى نألقاكم بالغد. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.